البداية والبذرة الأولى للتنظيم الإخوان المسلمين بالذات كان عام 1937 وكان في منطقتين مكة المكرمة والمدينة النورة إلا أن تنظيم إخوان الحجاز لم يسجل بشكل رسمي أو يرتبط بشكل رسمي إلا في بداية الثمانينيات الميلادية لكن هذا لا يعني أنه لم يكن هناك عمل حزبي تنظيمي في المنطقة فتقسيمات الإخوان في المملكة كما رصدتها أنا أولا إخوان الحجاز وتشمل منطقة مكة المكرمة المدينة المنورة مدينة جدة الطائف ينبع تبوك وعسير وجازان والباحة وبعض منتسبي التنظيم في المنطقة الشرقية يتبعون لإخوان الحجاز أو تنظيم الحجاز حتى في الشرقية؟ نعم جزء منهم مرتبط علاقات شخصية وكذا قد يكونوا انذهبوا بحكم الدراسة في الجامعات المنطقة الشرقية تفرق المسألة في الارتباط؟ هم يرتبطون الكل يرتبط بالتنظيم العام لكن لكل تنظيم مراقب مسؤول عنه وله مجلس شورى مستقل يتعاونون فيما بينهم لكن لهم مرجعية خارج المملكة التنظيم الثاني هو إخوان الزبير وهم الإخوان الفاكمين من العراق الذين استعادوا الجنسية وهؤلاء ارتباطهم بتنظيم إخوان الكويت ارتباطهم الهرمي التنظيمي القسم الثالث اللي هم إخوان الرياض وهؤلاء طبعا انشقوا إلى قسمين منشئ تنظيم إخوان الرياض انفرد بمجموعة وانشق في تنظيم مستقل صغير ركز فيها على مناشط معينة نشاط الجوالة في الجامعات وكذا وبقي التنظيم الرئيسي هذا من هو دكتور؟ عفوا الأسماء أنت ما تذكر الأسماء؟ لا ما ذكرت أسماء ما ذكرت رموز لأنه ليس من المهم أن نرصد الفكر والحركة انشقت عنها مجموعة فأصبح تنظيم الرياض تنظيمين التنظيم الخامس اللي هو إخوان الشرقية وهؤلاء مستقلون في تنظيم مستقل ومرتبطون أيضا تنظيميا هرميا بإخوان الكويت كان أوج نشاط الإخوان التنظيم العام بهذه التنظيمات الخمسة ما بين عام 1967 إلى عام 1991 كانت قواعدهم كبيرة ومكتسحة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر